الشكل الحالي لا فايد الدولة ولا فايد الناس ولا فايد الاهالي لما تصل بجزيرة في النيل بيتم التعامل معها على انها ارض عادي الحقيقة ان هي جوها ارى على فكرة عشان بس اقول الكلام كله الناس تقولك يا عم انت تاخدوا الجزيرة دي عشان تبقوها اللي مش عارف دولة مين ولا بساس مرمين بقول لحضرتك عيب مش هرد هقول اللي يقول هذا الكلام بقوله عيب عيب ما يصحش عيب اختشي لانه احنا احنا دولة محترمة ودولة كبيرة بقول ان احنا عايزين نرتق زي مثلث مسبيره قالوا ما قال مالك في الخمر على مثلث مسبيره وقالوا الناس الغلابة وضيحتوا ناس الغلابة وهتبعوها المين وهتدوها المين والدولة هتبيعي الارض بتاع مثلث مسبيره المين وروح وشوفوا دلوقتي يا مصريين مثلث مسبيره شكله ايه شوفوا مثلث مسبيره غير المنطقة بقى شكله ايه اهو قدام حضراتك اهو دي مسلس مسبيرو والله يا ابراهيم الله يكريمك ويستورك لما نجيب قبل وبعد تبقى حيلوى جدا للناس يعني ادي مسلس مسبيرو كان ايه وبقى ايه ادي جزرت الوراء دلوقتي ايه وبكرة تشفى يا مصرين ايه دي جزرت الوراء بقول تاني احنا عندنا جزر في النيل لا نحسن استخدامها ولا نحسن استغلالها ولا نجيد فن الخروج الامن من العشوائية الى افق جديدة احنا لا نجيد تغيير واقعنا اهو يا جماعة دي الصورة اللي بنحلم بيها دي الصورة المخطط العام يا مصريين اللي احنا بنحلم تكون عليها جزيرة الوراء الكلام ده بقوله واحد اتلاقي واحد هو اكيد صادق فيما يقولي وصادق فيه على قدر علمه على قدر رؤيته او زاوية نظره بقولك يا عم انتو حسن بنا يا سيدي حسن بيك يا سيدي الدولة حسن بيك بقولك احنا الفايدة هتعم على الجميع بدل المنطقة ما تبقى بهذا الشكل العشوائي كتلة من الخرصانة والطوب الأحمر التي بنيت بشكل غير منظم افقيا بلا تنظيم ورأسيا بلا ضبط بقوله واحد يقولي يا عم متوصلة للمرافق والكهر اقولك يا عم خمسين في المية من مساكن مصر متوصلة الكهرباء والمية والمرافق وغير وكل حاجة ده مش مش دليل ان هي منظمة ده كله كان مطلع لسانه القانون في احنا عدنا سنوات وسنوات الكل بيطلع لسانه القانون والقانون قاعد كده اعملين ايه بنبتز بعض به يعني القانون كان وجوده مش لتطبيق الصالح العام وانما كان القانون علشان نبتز بعض به كل واحد عنده حاجة يبتز التاني احنا في وضع مختلف في مرحلة مختلفة ادي ادي مسلس ده مسلس مسبير ده اجزرت الوراء ده ادي الوقت يا جماع ده اجزرت الوراء اهي ادي الوضع يعني ده الوضع يا جماعة اهو قدام حضراتكم ده اجزرت الوراء دلوقتي ادي مراكب قديمة والعوامات قديمة واده الاحراش الموجودة على الان ده نيل القاهرة دلوقتي ده نيل القاهرة دلوقتي واده شوارع الوراء دلوقتي اهو قدام حضراتكم اهو ادي الوضع قدام حضراتكم اهو ادي اسلاك الكهرباء واده البيوت بهذا الشكل واده اهو قدام حضراتكم هو ده المستوى اللي موجود دلوقتي أهلينا اللي هناك من حقهم يعيشوا عيشة كريم من حقهم يحيوا حياة كريم اللي عنده بيت ولا اللي عنده شقة هيبقى كده يا جماعة هاتلي يا أستاذ محمد اللي تنجم ببعض الله يسطورك يا جماعة شايفين الصورة شايفين أنا في حالة انبهار للمستر بلان بس اللي هو المخطط العام عشان يبقى بهذا الشكل اللي مش موجود فيه أي دولة في العالم يا جماعة احنا عايزين نرتقي احنا عايزين نغير الواقع بتاعنا وقعنا لن يتم تغييره إلا بهذه الأفكار آه هذه المشروع هينقلنا من هذا الشكل إلى هذا الشكل مش الرئيس دايما بيقول عبارة اسمها تغيير واقع الناس وامتلاك القدرة وإحلموا وأنا معاكم انتوا بتحلموش ليه أنا أرجو من الناس بس شوية نعمل ونفعل العقل والمنطق لأنه كل كلام اللي بنقوله كل الكلام اللي بنقوله كل كلام 100% من كلامنا وكلام المسؤولين في الدولة بيتم محاولة تشويه من أهل الشر قولا واحدا أنا بقول للناس دلوقتي هل أي عقل أو منطق يمكن أن يقبل المقارنة حتى بين هذا وذات يعني في حد عاقل عنده زرة عقل يقدر يقول أنا هعمل مقارنة ده أفضل وده أفضل الموضوع حتى يعني المقارنة أو عقد المقارنة يعتبر تحت مظلة العيب لو عملت مقارنة بين الوضع الحالي والوضع المخطط بقول أنه يندرج تحت العيب العيب علينا والله عيب علينا أن احنا نقبل ونرضى ونرضغ لظروفنا نرضى ونرضغ لظروفنا يبقى احنا ناس ما فيش أمل فينا وإحنا الحمد لله بنتحرك وسط ظروف قاسية جدا تاني أنا فرحان يا إبراهيم والذين معك هقادي دي ما سبير وهي كانت قادي ما سبيره يا جماعة كانت كده وبقت كده قادي الناس اللي قالت ما سبيره شايفيني اللي عشوائية الكلام ده كله يا جماعة كل الناس عرفاه كل الناس اللي بيشتغلوا في تلفزيون واللي بيروحوا الخارجية واللي راحوا القاهرة في لهذه المناطق كل الأماكن دي من أول الكورنيش لغاية ستة شارع الصحافة كل لغاية ميدان عبد المنعم رياض لغاية وزارة الخارجاء من وراء كل هذا الكلام كان عبارة عن مجموعة عشوائيات لا يمكن حد تخدفين في قلب القاهرة